بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبنائي وبناتي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية إن شاء الله هنحل مع بعض اختبارات سلاح التلميذ على الوحدة السالسة هنحل الاختبار الأول صفحة 210 بجعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد نبدأ مع بعض الحل نركز حبيبي في الكلمات اللي احنا ناخدها في بنك الكلمات عشان من خلال هذه الكلمات احنا هنكمل ايه هنكمل التلات نقاط دول بنك الكلمات فيه الغاز الطبيعي الأخوان رايت كبار السن البترول سؤال رقم واحد أول من نجح في الطيران الحقيقي مين الأخوان رايت رقم اتنين تسعى الدولة لتحويل السيارات لتعمل به طبعا الدولة بتعمل وتبزل جهدا كبيرا لتحويل السيارات لتعمل بدل من هي بتعمل بالبنزين أو الكيروسين بتحاول ان هي تعمل بالغاز الطبيعي رقم ثلاثة عند استخدام وسائل النقل يجب عدم استخدام المقاعد المخصصة لفئة كبار السن السؤال رقم اتنين اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد استخدم المصر القديم ورق البردي في كتابة الرسائل طبعا هذه العبارة صحيحة السؤال رقم اتنين استخدم الملك سنيفرو الدواب نركز في كلمة الدواب لجلب أخشاب الأرز من فينيقيا طبعا الملك سنيفرو لم يستخدم الدواب لجلب أخشاب الأرز بل استخدم السفن يبقى إذن هذه العبارة خاطئة رقم ثلاثة تهتم الدولة المصرية بتطوير الطرق المرسوفة وإنشاء طرق مواصفات عالمية هذه العبارة صحيحة ننتقل السؤال رقم ثلاثة اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين رقم واحد تعد هذه العلامة العلامة دي دي من العلامات التحذيرية ولا الإرشادية ولا الضوائية ولا الأرضية طبعا أقول له من العلامات التحذيرية السؤال رقم اثنين يمكننا استخراج جواز الصفر من موقع طبعا ممكن أنا أستخرج أو أنت تستخرج جواز الصفر من موقع بوابة مصر الرقمية السؤال رقم ثلاثة تعد السكك الحديدية المصرية ثاني خطوط تم مدها عالميا بعد السكك الحديدية فيه يعني بصوا خلي بالكم المملكة المتحدة أول دولة عالميا تمدي السكك الحديدية أو خطوط السكك الحديدية بعديها مباشرة من مصر السؤال رقم أربعة تنصح التاجر الذي يريد التصدير عبر موايان البحر المتوسط بالتوجه لميناء إيه يعني هنا بيقولك فيه ميناء واحد بس موجود في الأربع موايان دول دول تبع البحر المتوسط اللي هو ميناء مين سفاجة دميواط السويس الغرداء طبعا ميناء مين حبيبي ميناء دميواط لكن باقي الموايان دي التلاتة التانين دولة دول تبع موايان البحر إيه الأحمر ننتقل السؤال رقم أربعة لاحظ الخريطة ثم أجب الخريطة اللي قدامنا دي رقم واحد اللي من فوق خالص هين كده ده اسمه البحر إيه طبعا يعتبر شمال مصر شمال إيه مصر ده البحر المتوسط طبعا والتاني ده البحر إيه البحر الأحمر نبيزا البحر المتوسط طيب رقم اتنين القناة دي اللي تتربط بين البحر الأحمر مع البحر إيه المتوسط اسمها قناة السويس رقم ثلاثة أحد المطارات الدولية هنا هو المحافظة دي اسمها محافظة مين محافظة أسوان والمطار اسمه مطار أسوان الدولي السؤال رقم خمسة أجب عما يلي واحد أكتب حالة واحدة يفضل فيها استخدام النقل الجوي يعني إحنا ممكن نستخدم النقل الجوي في حالة واحدة بس إيه هي؟ أقول له عند نقل البضائع سريعة التلف يعني لما يكون فيه بضاعة بضاعة ممكن تتلق بسرعة لا يبا احنا نقولها نقولها بيه؟ بالطيران السؤال رقم اتنين بما تفسر استخدام الإنسان قديما إشارات الدخان وقرع الطبول ليه الإنسان كان بيستخدم الدخان وقرع الطبول كإشارات طبعا بهدف إرسال إشارات للآخرين لتحذيرهم من خطر ما أو الإعلان عن مكانهم بكده حبيبي ننتهي من حل الاختبار الأول صفحة 210 من كتاب سراحة التلميذ بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لكاسلكم كل جديد وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة